نكمل يا جماعة الجزء الثالث من HCV Part 2 وهنتكلم فيه عن الريتريتمنت للناس اللي التريتمنت فيهم هم بيريور ثيرابي فيلد يعني اللي ياخدوا علاج قبل كده وحصل ريلابس حصل امتكاسف او اللي علاج فاشل لأي سبب يعني ماكملش مع ماهام او مفيش وحصل ريلابس يبقى بالنسبة لنا كده كل مريض بالنسبة لنا يعني اخد العلاج قبل كده فبسمي المريض هنا اللي مااخدش واتكلمنا فيه اللي هو الانيشال تريتمنت سمينا نايف بيشنت انما اللي اخد دولة اللي بعملهم بعد ريلابس بسميهم وبرضو هعالج بناء على كل جينو طايب العلاج بتاعهم بيختلف فهتكلم اول حاجة عن جينو طايب وان هتكلم عن جينو طايب وان ايه المرضى اللي حصل لهم ريلابس وكانوا بيقضوا البيك انترفيرون مع الريبافيرين ده الرجمن القديم زمان او الناس اللي كانوا بيقضوا الانترفيرون وريبافيرين زمان وما اجابش نتيجة معاه تمام؟ وما يكونش عندهم سيروزيس سيروزيس تمام؟ اول ريجمن الالبس بير مع الجراز وزي ما قلتلكم الالبس بير محتاج بيزدلاين راس تست ريزيستانس اسوشياتد سابستيوشن تمام؟ جالك البيفير مع البيبارين تزفير ثمان اسابيع الالبس بير مع السوف السوب بير اتناشر اسبوع السوف ومع البيباتزفير اتناشر اسبوع تمام؟ ده الريكميند تريتمينت تمام؟ الالترنتف بقى لو ما توفريتش اي ريجمن من دولة بدي البريتو بريفير مع الريتونافير مع الامبتازفير مع الداسو بريفير 600 ميلي جرام ده اكستينتد ريليز ممكن اعوض عن الستمية دي بداس بيوفير 250 ميلي جرام توايس ديلي تمام؟ وبضيف الريبافيرين بناء على البيشنت ويت وبدي كل ده المدة 12 اسبوع هيا هيا مرضو يا دكتورة ساميه نفس الكلام مقرر تمام؟ او ممكن ادي السم بريفير سم بريفير مع السوف سوب بريفير اتناشر اسبوع او الداكتال اسفير مع السوف سوب بريفير اتناشر اسبوع او كومبينيشن من الباسفير مع الريبافير مع الريبافيرين لما يكون البيشنت عامل البيز لاين راس تست لمدة 16 اسبوع تمام؟ كلام مكرر فالكلام مش هيخد وقت طب جينو طيب وان ايه واخد كان واخد زمان بيجي انترفير مع الريبافيرين بس عنده كومبنسيتد سوروزيس الثلاثتات أقوذت بريفير مع الريباسفير تمام؟ لمدة 12 اسبوع و snaf 새로 مع البريفير وبريفير 300 مليجرام مع Beep Prince 124 اسبوع لمدة 12 اسبوع ايه ня شايرا لمدة 12 أسبوع طيب عشان الكلام مكرر خلينا نتناقش يا جماعة الويت بيزدر بافرين بديت ازاي عايز نشوف مستوعبين ولا لا او مركزين ولا لا حد يجاودي 74 و 75 دكتور مازن بيقول 75 طيب هاي بدي ألف لو خمس وسبعين لو أكتر بدي ألف ومتين طيب لو خمس وسبعين بس باعتبرها بدي ألف ومتين ولا ألف خمس وسبعين بس بدي ألف ومتين بيبقى خمس وسبعين أو أكتر بدي ألف ومتين تمام ماشي أقل في الأنيميا ده أنا بعمل أنا بتكلم عن ممكن ندي على الريجمين تاني مع الجرازو بريفير مع ويت بيزدر بافرين للناس اللي عملوا التست بيزلاين بتاع الالباسفير اللي هو الرئاس تست ركزوا في حاجة يا جماعة هنا قال لك هنا بنيد الريجمين ده الباسفير جرازو بريفير للبيشنت اللي ما عملوش بيزلاين تست للمدة 12 أسبوع طيب اللي عاملين بيزلاين تست بديهم للمدة 16 أسبوع شايفين الفرق الجينو طايب 1 بي بقى اللي كان بياخد انترفيرون ريبافيرين ومعندوش سيروزس جينيتك رزيستنس عشان كده زودت المدة عشان هو عنده عملت التست لقيته موجود أو لقيت السبستيوشن موجود فبالتالي زودت المدة شوي تمام يا دكتورة يا سمي خليتها 16 أسبوع جينو طايب 1 بي وزودت السيروزس وكان الباسفير مع جرازو بريفير 12 جليكا بريفير بايبينترافير 8 لديباسفير سوفس بيوفير 12 سوفس بيوفير بايبتاسفير 12 كلهم 12 معادة الجليكا بريفير مع بايبينترافير تمام يا جماعة الكلام متعاد يعني انا انا نفسي انا بعيده حاسس بملل هو هو ريجيمينات كتير ريجيميز كتير يعني ممكن بتلغبط شوي بس التركات اللي اتكنا عليها بتاعت الريزيستنس وامت اضيف الريبافيرين اوامت امدهوش وامت اغير على الريجيمي من الرباعي اللي قالت عليه الدكتورة سماهر او الدكتورة ياسميل اللي موجودة في فلسطين الالترنتف بقى لما يكون المريض جينوطايب 1B الريطونوع إيهو sesb вполне او بديل ليها لمد Collect none لا hago اللي موجودá بمادة 12 اسبوع او Simi reverbειا مع الصوفو اتناشرة اسبوع او الدكتورة الولاي지는 داكلة لديك النزا المفروض نتكون عرفناها كلها اللي هي هي يا دكتورة شايماء الدكتورة تزفير مع السوفو 12 اسبوع طيب لما يكون وان بيم عندكم مسيطة سروزة وكان بياخد الانترفيرون الربافرين البسفير جراز بريفير ناشر سوفو في البتسفير 12 قليكا بريفير باي برينتسفير 12 لو هنجمع الجدول بتاعت هنلاقي موازمها متكرر فروق طفيفة تمام دي اول حاجة انما الحاجات اللي نعرفها اللي هي البيزلاين تستس اللي مطلوبة الحاجات الفنية البسيطة اللي هو ام تأشير ريجيمين واخد ريجيمين بديل في النقطة اللي اتكلمنا عليها ووقف عليها الدكتور مازين شوية والدكتورة ماروة والدكتورة ياسمين والدكتورة سماهر قاعدنا نتكلم فيها كتير واللي هتها اكتر من مرة اللي هو ممكن اضيف ريبافرين او ما اضيفش وهتيجي هي دي الحتة العملية والفرق ما بين اني كومبنسيتد او دي كومبنسيتد سروزس او ما بين وزاوتي سروزس او المريض عنده كومبنسيتد سروزس الفرق ايه الريجيمينز اللي تتاخد هنا والليه تتاخد هنا وقال قد ما الواحد يقدر يعرف يعني ويجمع الالترنتيف بقا كومبينيشن اللي دي بس فير مع سوفو مع عريبة فيرين اتناشر اسبوع تمام او ممكن ندي كومبينيشن باريت بريفير ريتونة فير او بتاس فير مع داسو بيوفير ممكن داسو بيوفير ستمية اكستندد ريليز او داسو بيوفير ميتين وخمسين توايس ديلي اتناشر اسبوع تمام طيب جينو طايب 1 سواء جينو طايب 1A او 1B بس كان بياخد ال NS3 اللي هنان استراكشورز بروتيازي انهيبتور سواء تلا بريفير او البوسو بريفير او السيمي بريفير يعني كان بياخد واحد من الثلاثة دولة مع الانترفيرون مع الريبافيرين تمام وحصل له ريلابس لما اجي عمله الريتريتمنت ويكون المريض ما عندهش سيروزس هتديله ايه هتديله اللي دي بس فير مع السوفو 12 اسبوع او السوفو مع البلبيتاس فير 12 اسبوع او الجليكي بريفير مع البلبيتاس فير 12 اسبوع تمام يا ليدي مع السوفو يسوفو مع البلبيتاس فير يا جليكي بريفير مع البلبيتاس فير تمام 12 اسبوع 13 اسبوع تمام الالترنتف بقى الالباس فير مع جرازو بريفير مع البلبيتاس فير لكل الجينو طايب 1B بيشونت تمام تمام يعني الريجيمين ده مع الريبه فيرين لكل الجينو طايب 1B تمام طب لو جينو طايب 1A بديه لما يكون المريض ما عملش البيزلين الالباس فير تمام يعني الجينو طايب 1B بديه سواء عمل او ما عملش التست تمام تمام 1A بدي الريجيمين ده لو ما كانش عامل التست لمدة 12 اسبوع تمام الالباس فير مع الجرازو بريفير مع الريبه فيرين لو جينو طايب 1A ويكون عامل البيزلين راس تست للالباس فير بديها 16 اسبوع تمام لو فيه حد داخل في البرت 3 من المحاضرة النهارده الجزء التالت ده بعد البريك التانية ولقي الكلام صعب عليه يرجع للجزء ان الاولين هيفهم انا بتكلم فيه ما هو انا مش بقول ما عملهوش يا دكتورة سماهر انا هنا ما عنديش خيار ان انا اعمل التست وما عملوش انا مريض جاني حصل له ريلابس وكان عامل تست قبل ما يبدأ العلاج قبل ما يبدأ العلاج الاولاني قبل الريلابس يعني هو عامل بيزلين تست وحصل ريلابس تمام جيت عاملو ري تريتمينت فانا ببص في التحاليل القديمة ما هو مش قالك ان الريزيستنس مش ريكممندد بعد العلاج واثناء العلاج مش ريكممندد هو بيبقى عاملو بيريورستارتنج الثرابي من الاساس وهو نايف تمام تهماني يا دكتورة سماهر انا مريض جاني بمعطيات عندي قبل ما كان يبدأ الدورة الاولى من العلاج قبل الريلابس ما انا ممكنش عامل حساب ان يحصل له الريلابس عامل التستات كلها وعمل بيزلين ريزيستنس اسوشييتد سوبستيتيوشن تست وحصل ريلابس انا بشوف سواء عامل او ما عاملش وهبدأ له اعمل ري تريتمينت تمام طيب نفس الكلام جينو طيب 1 وكان بياخد لان اسسي سلي بروتيز انهيبتور مع انترفيرون ريبافرين بس عنده كونبنسيتة سروزيس بد السوفو مع البيباتاسفير او جليكي بريفير مع البيباتاسفير لاثنين رجع من ده او ده المدة 12 اسبوع الالترنتف ليدي باسفير مع سوفو مع ريبافرين بناء على الويت لمدة 12 اسبوع او قدي الالباسفير مع الجرازو بريفير مع ريبافرين لكل الجينو طيب 1B بيشنط او الجينو طيب 1A ما يكونش عامل البيز لاين ريزيستانس اسسي سيشتة سبستيوشن تست تمام بدي الرجع من ده المدة 12 اسبوع تمام انا هنا بدي العلاق بانا على انه الجينو طيب 1A في الرجع من ده بس بفرق او بختار بميز ما بين الجينو طيب 1A و 1B تمام بدي لكل 1B لكل الناس اللي هما جينو طيب 1B وبدي فقط للناس اللي هما جينو طيب 1A ويكون ما عملوش البيز لاين تست ده تمام ما يكونش عملوه زمان لو عاملينه هد الرجع من تمام قصدي لو مش عاملين تمام الالباسفير مع الجرازو بريفير مع ريبافرين لكل الجينو طيب 1A اللي عاملوا بيز لاين تست اللي هو الراس تست بديها لمدة 16 اسبوع يبقى الرجع من الوحيد ده اللي بدين مدة 16 اسبوع والباقي كله اتناشر لما يكون عنده تمام حد عنده سؤال طيب النن ننس 5A ننس 5A ننس 5A يعني ننس 5A يعني ننس 5A و المريض اخذ يعني اي ننس 5A و المريض اخذ و كان جينو طيب 1 لو ما عنده سوروزس هدي له ريجع من واحد من الثلاثة دولة او ده الترنتف لو عنده سوروزس هدي ريجع من الثلاثة دولة مالهوش الالترنتف بدي السوفو او البلد بتازفير مع الفوكسيلا بريفير لو جينو طيب 1A جليكا بريفير مع بايب برينت تازفير بصرف النظر عن السبطيب يعني بدي الجينو طيب 1 بواجه عام سواء جينو طيب 1A او 1B لمدة 12 اسبوع سوفو مع البلد بتازفير للجينو طيب 1B بس لمدة 12 اسبوع يعني الريجع من ده والريجع من ده ال1B وده لكل الريجع من الجينو طيب 1 بواجه عام تمام؟ واضحة يا جماعة الالترنتف اللي دي باسفير مع السوفو سوفو بفير مع الريبافيرين ما عدا المرضى اللي كانوا بياخدوا سيمي بريفير وحصل ريلابس لمدة 12 اسبوع يعني الريجع من ده بديه بس مش بديه في حالة الناس اللي كانوا بياخدوا سيمي بريفير تمام؟ ما حد شفتح المايك يا ده كترة ما حد عنده سؤال؟ هو كلام انشى صراحة فهي سوموا ملي شوية صح؟ لو جينو طيب 1 بقى عندكم بسيتة سروزيس وكان بياخد ريجع من فيه السوفو سوفو بيفير بدي السوفو بيفير تاني مع الفيلبيتازفير مع الفوكسيلا بريفير للجينو طيب 1A بيشنت 12 اسبوع الجينو طيب 1B بدي له السوفو مع الفيلبيتازفير 12 اسبوع طيب الجينو طيب 1 بواجه عام بدي الجليكا بريفير مع بيبينتازفير 12 اسبوع تمام؟ طيب الجليكا بريفير العام يعني مريض جينو طيب 1 وكان بياخد الكاتيجوري دي من الأدوية وحصل له ريلابس والمريض ده عنده او ما عنده سروزيس اعمل له ؟ بدي السوفو مع البباتازفير مع الفوكسيلا بريفير العلاق سراسي لمدة 12 اسبوع أو الألترنتف جليكا بريفير مع البي مع البي برينتزفير تمام بديل كل المرضى مع هذا المرضى اللي كانوا بياخدوا النونستركشور بروتين 3 أو 4 بروتينز انهيبتور تمام تمام لمدة 16 أسبوع يعني ايه الكلام ده أنا قلت ان الرجيمين ده هدي للناس اللي هما الNS5A Inhibitor Direct Acting Antiviral Experienced Patient يعني المرضى اللي كانوا واخدين الرجيمين ده تمام دواء من الكاتيجوري دي وحصر لهم ريلابس فهديهم الرجيمين ده أو الرجيمين ده بس الرجيمين ده مش بديه لكل الناس اللي كانوا بياخدوا دواء من الكاتيجوري دي اللي هو الNS5A Inhibitor Direct Acting Antiviral لا هعمل exception للNS3 أو 4 Inhibitors الأدواء اللي تقع تحت الكاتيجوري دي لو المريض كان بياخدها قبل الرجيمين يبقى أنا مش هد الرجيمين ده وضحت وضحت حد عنده سؤال الجينو طايب 1 بيبقى يعني مريض كان جينو طايب 2 وكان بياخد العلاج وحصل له ريلابس عايزين نعمل لو المريض كان بياخد بيجان ترفيرو نوريبرفيرين وما كانش عنده سورروزيس يعمد الجليكا بريفير مع البيبرينتاسفير 8 أسابيع أو السوفو مع البيبتاسفير 12 أسبوع ألترنتيف دكتالاسفير أو دكتالاسفير مع السوفو السوكوفير 12 أسبوع طب لو عنده كومبنسيتة سورروزيس بد السوفو مع البيبتاسفير 12 أسبوع أو الجليكا بريفير مع البيبتاسفير 10 أسبوع طب ألترنتيف ممكن أدي الدكتالاسفير مع السوفو سوكوفير من 16 ل 24 أسبوع تمام ده الجينو طايب 2 للمرضى اللي كان يبياخدوا بيجي انترفيرون مع الريبافرين طيب الجينو طايب 2 بقى اللي حصل لهم ريلابس بعد ما اخدوا السوف سوبيفير والريبافرين سواء عندهم كومبنسيتة سوروزس او ما عندهمش سوروزس بدي السوف سوبيفير مع الفلبتازفير 12 اسبوع او الجليكاب ريفير مع البايبرينتازفير 12 اسبوع تمام لو جينو طايب 3 بقى حصل له ريلابس لو جينو طايب 3 حصل له ريلابس بعد ما اخد الانترفيرون الريبافرين وما كانش عنده سوروزس يعني ما عندوش في اللحظة اللي هعيد فيها العلاج ما عندوش سوروزس هدي السوف سوبيفير مع البلبتازفير 12 اسبوع طيب لو ما لقيتش الريجيمين ده متوفر هدي الالترنتف اللي هو داكلة تزفير مع السوف سوبيفير تمام 12 اسبوع ولازم اعمل بيز لاين ريزيستانت اسوشيتد سوبستيتيوشن تست ودور على السوبستيتيوشن اللي هو اسمه تمام لو لقيت السوبستيتيوشن ده موجود هغير الرجيمين هاختار الرجيمين مختلف عن الرجيمين ده اللي هو الرجيمين ده تمام دي اللي اللي تكلمني فيها كتير يا دكتور مازن والدكتورة سماهر والدكتورة مروة ما كانتش فاهمها برد تمام زي ما قلنا لو لقيت السوبستيتيوشن ده موجود مش هد الرجيمين ده هد الرجيمين ده او حل بديل ان انا روح هضيف الريبافرين على الرجيمين ده تمام يعني الرجيمين واحد ود اتنين ركزوا الرجيمين واحد ده هد ده عادي لقيت السوبستيتيوشن اللي هو الواي 93 اتش مش هد الرجيمين الاولاني هروح هد الرجيمين التاني او ممكن هد الرجيمين الاولاني بعد ما اضيف عليه ريبافرين بس طب حدا يسألني الاولوية للريبافرين في وجود السوبستيتيوشن ده ولا الاولوية للريبافرين التاني لا هقول لك الرجيمين ده لو لقينا السوبستيتيوشن اللي هو الواي 93 موجود في الفيروس يبقى الاولوية للريبافرين التاني تمام ما نفعشي او ما لقيتش الريجميل التاني هخلي الريجميل الاولاني زائد ريبا فيرين كالترنتف. حلو كده؟ دكتلتزفير مع سوفي سوبيفير وعمل رستستليت السبستيوشن ده تمام؟ هغير لالترنتف ريجميل اللي هو ده تمام؟ او ممكن اضيف ويد بيز دريبا فيرين كالترنتف اوشن يعني ده هديك فرستلاين لو لقيت السبستيوشن ده ودي ده سكندلاين مع الريبا فيرين تمام؟ الريجميل ده اللي هو سوفي سوبيفير مع البلبي تازفير مع الفوكسيلا بريفير 12 اسبوع تمام؟ او ممكن ادي الجلاك بريفير مع الباي برين تازفير 16 اسبوع تمام؟ تمام؟ طيب لو جينو طيب تلاتة كان بياخد بيج انترفيرون ريبا فيرين وحصل له ريلابس وهو عنده سيروزيس الالبسفير مع الجرازو بريفير مع سوفي سوبيفير 12 اسبوع او سوفي سوبيفير مع البلبي تازفير مع البوكسيلا بريفير 12 اسبوع الالترنتف بقى سوفة سوبريفير مع الفيلبتازفير 12 اسبوع طبعا مع اضافة الريبافيرين او الجليكابريفير مع البايبتازفير 16 اسبوع تمام طيب لما يكون جينوطايب 3 وكان بياخد بما فيهم الNS5A Inhabitors وحصل له ريلابس سواء عنده او ما عندهش سيروزس هعمل ايه هدي كومبينيشن من السوفوسو بيوفير مع البلبيتازفير مع الفوكسيلا بريفير تمام طيب ده بالنسبة ليه للناس اللي كان بياخدوا الريبافيرين طب لو الناس كان بياخدوا النوع ده بالذات من الريبافيرين اللي هو وحصل ريلابس نعمل ايه نضيف الريبافيرين يعني ما نضيفش الريبافيرين لو بياخد اي نوع من ال الريبافيرين طب لو كان بياخد الNS5A نضيف الريبافيرين لمدة كام ناشر اسبوع تمام الجينوطايب فور انا بتكلم هنا عن مصر تمام اللي هو منتشر في مصر حصل لهم ريلابس لو كان بياخدوا بيجا انترفيرون ريبافيرين زمان وحصل ريلابس وما فيش سروزز في اللحظة اللي عايت فيها العلاج هد الصوفالدي مع البيل بتاسفير 12 اسبوع او الجليكا بريفير مع الباي برين تاسفير تمام اسابيع او الالباسفير مع الجرازو بريفير 12 اسبوع تمام بس لقي الباسفير مع الجرازو بريفير لما يكون الناس حصل لهم ريلابس بعد البيج انترفيرون ريبافيرين ثرابي على طول تمام او الالباسفير مع السوفالدي بريفير 12 اسبوع تمام هذا كثرة ما فيش اي حد عايز يسأل حاجة الالترنة اللي هو البيج انترفير مع البيتاسفير مع الريبافيرين او الباسفير جرازو بريفير مع الريبافيرين لما يكون الناس حصل لهم فيرولوجيك فيلير لما كانوا بياخدوا الانترفيرون ريبافيرين وده بديه لمدة 16 اسبوع احنا تقريبا قربنا نخلص يعني فضل كام سلايد طب لما يكون الناس كانوا بياخدوا انترفيرون ريبافيرين وهم جينو طيب فور وعندهم سيروزيس اثناء مبادي الريتريتمنت بدي السوفو مع البيل بتاسفير او البيباسفير مع جرازو بريفير لما يكون حصل لهم فيرولوجيك للابس مع العلاج الانترفيرون ريبافيرين 12 اسبوع او الجليكا بريفير مع البيبارين تاسفير 12 اسبوع وده متعاد هو هو اللي عنده سيروزيس زي اللي ما عنده سيروزيس تمام الالترنتف فاريت بريفير قم بتزفير 12 أسبوع بعد مضيف الريبافيرين أو البزفير جرازو بريفير ريبافيرين 16 أسبوع أو لدي بزفير مع السوف السوبيوفير 12 أسبوع بعد مضيف الريبافيرين تمام بعد كده لما يكونوا البيشنت جينو طايب 4 وكانوا بياخدوا الديريكت أكتنج أنتي فيرال بالإضافة إلى الـ NS5A انهيبتر وزق وزاوت السروزس سوفوا مع البلبيتازفير مع الفوكسيلا بريفير 12 أسبوع تمام 12 أسبوع خمسة وستة بقى دي آخر حاجة جينو طايب 5 وستة لو كانوا بياخدوا بيجي انترفيرون ريبافيرين وهما جينو طايب 5 أو 6 عندهم أو ما عندهمش سروزس بدل جليكت كابريفير أو البايبرينتازفير تمام 8 أسبوع لو ما عندهش سروزس 12 أسبوع لو عنده كومبنزيتة سروزس تمام بدل لدي بسفير أو سوف السوبيوفير 12 أسبوع بدل صوف السوبيوفير في البتازفير 12 أسبوع دولة عندي أدريجي من ودي التاني وده هو هو بس الفرق المدة الزمنية 8 أسبوع لو ما فيه السروزس 12 أسبوع لو فيه كومبنزيتة سروزس تمام طيب لو كان بياخد ديريكت آكتنج انتفيرل وحصل ريلابس وهو جينو طايب 5 أو 6 ديريكت آكتنج ورق ورق وزاو تكومبنزيتة سروزس كومبينيشن سوفالدي مع الفيل بتازفير مع الفوكسيلا بريفير 12 أسبوع تمام أنا خلصت حد عنده سؤال المحاضرة الجاية هتوبقى عن المنجمنت أو في يونيك بيوليشن وز اتشي في انفكشن يعني سبيشيال بيوليشن اللي عندهم رينا الامبيرمنت البيجنانسي اللي عندهم أي مشكلة تانية تمام حد عنده سؤال يا جماعة أو أي منقشة مباركة فيك يا دكتور سماهر مبارك الله فيك عليش أنا عارف ان المحاضرة يعني حاسس ان هي مملة فعلا وكلام إنش كتير بس كان فيها شوية تركات اللي هي اتكيت عليها دي حبيت أوضح لكم بارك الله فيك دكتور مازل ويعطيك ألف عافية أنا عاف يا دكتور شايماء شكرا دكتور الله دكتورة مروة بتقول انت تتصرف ازاي يا دكتور في شغلك مع الموضوع المرهق ده بس شكرا جدا عن مجهود دكتورة مروة عادل والله يا دكتور مروة أنا يعني أنا مسحول الحقيقة دكتور مروة صلاح أهلا بك يا دكتور والله أنا مسحول حقيقة أنا مش عارف اوفع ما بين حاجاتك كتير بس أنا حياتي كلها في المستشفى بطلع اتناشر ضار برا واحد اتناشر بالليل يعني تقريبا ما بعودش في البيت أنا عاصة يعني حتى ونقعد في البيت بقى منعزل في في صوماء عكده منعزل بس هو لنا بنحاول نوافق ما بين الشغل والله هي عندي شوية حاجات في المستشفى وتثبيت ودلوقتي أنا بشرح لك أنا عاعد في مكتبي في حالة زرع شغالة في العمليات دلوقتي مبارك فيك دكتور لينوفو من حضرتك أو من حضرتك وين حضرتك يا دكتورة مروة دكتورة شايماء بتقول جينو طيبة أربعة لازم نعرف كل اللي في مصر هو جينو طيبة أربعة بردومنان في مصر تمام بس مش معنى أن جين بردومنان في بلد أن استبعد أن في أي جينو طيبة تاني موجود طالما ممكن يبقى في جينو طيبة واحد أو اثنين في مصر برد يعني في جينو طيبة سبعة أو ثمانية تقريبا نكتشفوه في جديد في جمهورية الكونغ الديمقراطية بس هو بردومنان في مصر إحنا إحنا كفارمسيست إحنا مش بس بمبص على العملي بس العملي سهل هو ماشيين بتراتة أربعة رجم من بس في الحكومة تمام في الصحة وفي الوزارة إنما لو على العلم بقى والامتحانات والدراسة والبحث لازم نعرف كل لحاجة حد عنده عايز بصور تاني يا جماعة أي منقشات يا جماعة أنا فاضي لو حابين فأي منقشة في أي موضوع أنا قشكو في دلوقتي طيب أنا كده خلصت المحاضرة وعلى أردن من واحد لعشرة عايز أعرف ماذا استيعاب كل الجزء ده من وهل فهمتو ولا الدين واضحة ولا إيه دكتور رمازن بيقول دي مبياخدش علاق خالص طيب هقول لكم زي ما قلت المرة اللي جاية اللي فاتت ما تستعجلوش على حاجة قبل وقتها المرة اللي جاية هنتكلم في اللي هم الناس هاخد كل حاجة بالتفصيل يا دكتور ماذا بالنسبة الدكتور الشيماء بتقول حاجة تكون مجمعة للأدوية اللي فيها هباتيك دوز أدجاستمنت دوز أدجاستمنت في الرينا الامبيرمنت بتبقى معتمدة على الكريات كليرانس أحسبه أعرف أعمل أدجاستمنت بعدها إنما في هباتيك أدجاستمنت أو هباتيك دوز أدجاستمنت الموضوع بيبقى رف شوية يعني بين وزن ما بالريسك وبينيفيت وال الهباتيك فونكشن أو السيفيريتي بتاعت الليفر ديزيز بحددها بناء على تشالد سكور تشالد A و B و C الفارييشن ما بين الاسكورز دي أو ما بين الكاتيجورز التلاتة كبيرة شوية أو الجاب ما بينهم كبيرة تمام فبيتتلي ما قدرش أحد تكسي المريض بشكل أكوريت هل الدواء هيدرها ولا ينفعها ففي الحالة دي أنا بأضطر بوازن ما بين ريسك وبينيفيت يعني مثلا المريض قالك ما يتخدش في تشايلد سي والمريض قالك بتاع تشايلد B طب المريض هل أرلي بي ولا ليد بي لو المريض ليد بي يعني دخل على تشايلد سي فممكن الدواء هنا يضره فاهمين يا دكتور هو دكتورة مروة محتاج مذاكرة جامدة فعلا عشان يزبت دكتورة سماهر بتقول ما دا فهمها عشرة دكتورة ياسمين بتقول ممكن يدول الدكومبنسيت طب ما أنا أتكلم المحاضرة الجاية بالتفصيل عن الكلام دا يا دكتورة ياسمين حد عنده سؤال قولولي يا جماعة على الأردن من واحد لعشرة ما دي استيعاب كل الجزء ده عشان أعرف هل الموضوع استوعبتوه دكتورة شايماء عشرة دكتورة سماهر عشرة بايدة كترة دكتورة مازين تمام دكتورة دينا دكتورة أماني دكتورة ريم بايدة كترة وكي يا جماعة احنا كده خلصنا المحاضرة التانية من موضوع الـ HCV ونلتقي الجمعة الجاية ان شاء الله في نفس المعاد مع الجزء التالت وكل سنة وانتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة